صنية الكفتة المشوية في الفرن بصوص الطحينة من أحلى أكلات بلاد الشام لبنان وسوريا والعراق والأردن وصفة مشهورة جدا جدا عندهم ولو جربت فيها بجدة هتعشائيها هنحضرها بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة وبنص كيلو لحمة مفرومة بس بتمنى لو عجبكم الفيديو تحطولي لايك وتنوروني بالاشتراك في القناة لو أول مرة تشوفوني ويلا بينا نبدأ على طول أهلا بيكم مرة تانية في البداية حبيبي هنحتاج لطبق عميق هننزل فيه بنص كيلو من اللحمة المفرومة بعد كده هننزل على اللحمة المفرومة ببصلة مفرومة فرم ناعم ومصفية هننزل بعد كده عليهم بوحدة طماطم مفرومة فرم ناعم بعد كده هننزل عليهم بتلت معالي كبيرة بأدونس مفروم فرم ناعم هننزل بعد كده عليهم ببضاية واحدة ومعلقتين كبيرة من البقصمات الناعم البهارات معانا عبارة عن معلقة صغيرة من الملح معلقة صغيرة فلفلسود معلقة صغيرة سبع بهارات نص معلقة صغيرة من جسط الطيب وجنزبيل وبابريكا وإرفة وآخر حاجة معانا معلقة كبيرة من البيكنج بودر بعد كده هنخلط المكونات دي كلها مع بعضها ونعجنهم عجن كويس جدا بتبقى حبايب قلبي بالشكل الجميل اللي انتو شايفينه ده بعد كده حبايب قلبي هنجيب صانية ندهنها بشوية زيت صغيرين كده بعد كده نزلنا في الصانية بعجينة الكفتة الجميلة بتاعتنا وتبططيها كويس جدا في الصانية بعد كده حبايب قلبي هنبدأ نقسمها بخطوط طولية وعرضية زي ما انتو حتشوفوا دلوقتي بعد حبايب قلبي ما شكلناها خطوط طولية وعرضية بالشكل الجميل الروع اللي انتو شايفينه ده هندخلها على الفرن على درجة حرارة مية وستين لمدة عشر دقايق والحد حبايب قلبي ما تخرج صانية الكفتة بتاعتنا الجميلة من الفرن في الفترة دي حنجهل صوص الطحينة وهو عبارة عن معلقتين كبار طحينة وطبعا الطحينة سبق ان انا عملتها لكم قبل كده حتشوفيها ظهرتلك اخر الفيديو حننزل بعد كده عليهم بمية البصلة اللي احنا صفناها مع بعض حننزل بعد كده عليهم بمعلقتين كبار من الزبادي وعصير لمونة بعد كده حننزل عليهم بنص معلقة صغيرة ملح وفلفل سود وكمون وطوم بودر زي ما انتو شايفين كده حبايبي اخر حاجة حننزل عليهم بكباية من المية الدفعة بعد كده حنقلب الخليط كله مع بعضه وبكده حبايب قلبي صوس الطحينة جاهز معانا هنخرج الصينية من الفرن ونشوف الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه دي الكفتة حبايب قلبي بعد حوالي عشر دقايق طلعناها من الفرن هننزل عليها بصوس الطحينة اللي عملناه مع بعض والمرة دي علشان تبقوا عارفين هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة ودي حبايب قلبي صنية الكفتة الجميلة بتاعتنا بالطحينة بعد ما خرجناها من الفرن مش قادر اوصف لكم ريحتها قد ايه هي جميلة جدا جدا جربوها حبايب قلبي في العيد مع الرز الابيض او البطاطس المحمرة او المكارونة وبجدة حتدعولي بتمنى لو عجبتكم الوصفة لايك وشير واشتراك لو اول مرة تشوفوني واشوفكم على خير حبايبي في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة